لكم النهار دا حمايبنا الحلوين هنبدأ قصة جميلة وهي رمضان والتخلص من الزنوب يلا بينا نشوف قصة عملية عن التخلص من الزنوب وازاي اقدر ان انا تخلص من زنوبي احنا بشر بنخطئ ونصيب فعندنا حسنات وعندنا سيئات فربنا بيدينا فرصة كبيرة ان احنا نكفر الزنوب بتاعتنا ده في شهر رمضان لان الاعمال بتكون مضاعفة هناخد قصة تحكي لنا الفرصة الزهبية دي وازاي ان انا اقدر استفيد منها في شهر رمضان يلا بينا نشوف القصة بتاعتنا الاب هنا جمع ابنائه وبدأ يحكي لهم عن الحسنات والسيئات والسواب والعقاب وان انا لو عملت زنوب او اخطاء فربنا بيغفرها لي وبيديني فرصة زهبية اللي احنا قولنا عليها شهر رمضان اللي بتكون فيها الاعمال مضاعفة تعالوا بقى نبص هنا على العلب اللي قدامنا دي هنلاقي فيها ان الحسنات باللون الاخضر والسيئات باللون الاسود احنا بقى دورنا ان احنا نحول السيئات اللي باللون الاسود دي للون الاخضر وحسنات فانا هقدر اعمل ده ازاي ان انا التزم بالصلاة بتاعتي وحافظ على الصلاوات بتاعتي في وقتها فربنا بيكفر عني السيئات دي وبيبدلها لي بحسنات قراءة القرآن ولازم يبقى لي ورد يومي التزم به وحاول ان انا التزم بالورد اليوم بتاع القرآن الصدقات والصدقات دي من الحاجات المحببة وان المال بتاعنا مش بينقص لما بنتصدق بر ربنا بيزوده علينا وبيدينا اجر اكتر التزبيح وذكر الله لازم ان احنا نذكر ربنا كتير ونحمد ربنا على نعمه وفضله علينا وبكده نقدر نحول السيئات بتاعتنا الى حسنات واقدر استفيد بشهر رمضان ان انا ابدل سيئاتي الى حسنات وان ربنا عاطينا فرصة زهبية تانية هي العطق من النيران في شهر رمضان فاحنا نحاول ان احنا نعمل الخير عشان ربنا يعطيك رقابنا من النار وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية مع السلامة ما تنساش تعمل اشتراك واتفع على الجرس عشان الوصولات كل الدين على قناة رحلات تربوية سواء من الانشطة او قصص تربوية او غير هم من الانشطة اللي احنا بنقدمها على القناة ونصدق اخمال العديد والاقمال زهبية في الوقت الخاصة